دايما بنكون حايفين ان عادتنا وتقاليدنا يعني تنتهي او تروح او تضيع مننا عبر بقى الايام وعبر السنة عشان كده دايما بنهتم جدا احنا نعلم ولادنا تقصنا الدينية او تقصنا وعادتنا وتقاليدنا وترق احتفالنا ويعني كل بقى حاجة لازم نعرفهم احنا بنحتفل بدا ليه وده عشان ايه طبعا عشان نحفظ على طبيعات عادتنا وتقاليدنا وتماسك المجتمع نفسه واهم التقوص الدينية بقى اللي هنعيشها الفترة دي طبعا طقس الاضحية عيد الاضحى طبعا محتاجين ننقل اهمية الاضحية لاطفالنا عشان زي منهاد قالت يعرفوا عادتنا وتقاليدنا ويشوفوا احنا بنعمل ايه في عيد الاضحى بس امتى وازاي وفي سن ايه وكمان لازم نعرفهم ايه الشكل السليم اللي يحتفلوا بيه بالاعياد اللي طبعا تتناسب مع تقاليدنا ده اللي هنعرفه مع دفتنا اللي منورانا النهاردة نورهان النجار استشاري تعديل سلوك الاطفال صباح الفل صباح الدماء صباح الخير يا نورهان منورانا ومفسدين بوجودك ودي فقرتنا المميزة انا وعبيدة بنحب قوي الفقرة دي انا عارفة ان انت اخصائي تعديل سلوك ولكن اقوزين ده اعرف من انك طبعا احنا دخلين على عيد الاضحى والدبيح والحاجات دي طبعا مش حاجة سهلة للاطفال اه طبعا فيه ناس بتستمتع بيها جدا واو بيباحوا مشارفة ايه وتلاقيهم وفيه بيتخضوا بيحصل لهم تروما فامتا السن المناسب اللي اقدر افاهم ابني احنا بنعمل كده ليه اه ويحضر الاضحية امتا في سن كام تمام بس خلين اقولك الاجابة الاولانية كده الرقم او السن وعكد انا نفسرها هو مفروض من اول عشر سنين ل11 سنة تمام من عشر سنين اه من عخر وفيه ناس موك فيه اطفال تسعة وفيه اطفال عشر وفيه اطفال حدوشر ده انسب وقت انه هو ممكن يشوف منظر اه منظر اللي هو ايه اللي فيه ده بيحصل بس خلين اقولك ليش معنى السنة ده اه لاني فيه فرع في علم النفس اسمها من نفس النمو ده برانش من العلم النفس عالم نفس النمو اه بيتابت بدراسة المظاهر النمو النفسي بتاعت القطار بتاعت الحياة الانسان في عبر مراحل عمره كلها تمام فالطفولة لحد الشيخوخة تمام فالعلم ده قسم مرحلة الطفولة لتلت مراحل تمام اول مرحلة طفولة مبكرة ثم متوسطة ثم متأخرة كل مرحلة من دول لها سمات واحتياجات وخصائص تؤهلها لفعل اشياء وتمنعها من فعل اشياء تاني تمام فلو هنكلم مع طفولة مبكرة اللي هي من ثلاث لخمس سنين ده السمات بتاعت المرحلة دي بيبقى فيها الطفل عصب شوية انفعلته جمد قوي 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 لانه عصب بمتمركز حوالي نفسه اناني شوية فاي حاجة بتحصل له فيها مثلا خدشة برقته او فيها مشكلة ما دم مثلا الحاجات دي كلها ممكن جدا جدا يكون هو مش متقبلها فتلاقي ده تقلب منفعال شديد جدا جدا انه كمان بيبقى المرحلة دي من ثماتها الخوف الشديد فبالتالي مش وقت مناسب خالص ان اللي هو لحد خمس سنين انه اصلا يشوف مشهد زي ده مسايسا تمام بعد كده مرحلة المتوسطة بقى اللي هي من 6 لحد 8 6 و 7 و 8 المرحلة دي متوسطة في كل حاجة متوسطة في انفعالاتهم يعني نوعا ما مش زي فترة لقبلها بدأ نوعا ما يعني يلقط المفاهيم لسه يبقى عندهم خرونة كده اكتر هنا فيه فروق فردية بمعنى ان فيه اطفال ممكن في المرحلة دي تشوف وتتقبل وفيه اطفال برضو لا فهي مش مرحلة امان قوي الامان المفروض هي تكون تمام هي من التفولة المتأخرة بقى اللي هي من 9 ل 11 سنة وبردو بتتفاوت شوية فرنجات ليه؟ لان المرحلة دي بتسمى برضو التفولة الهادئة لان المرحلة بسببت فيها الانفعالي اقل شوية مقارنة طب باللي كان قبله فدي المرحلة اللي المفروض هو مش هيبقى يعني يحصل له صدمة او اي مشكلة من الحاجات دي لانه كمان المفروض ما وصل ل 10 سنة 11 سنة يكون عنده تم اعداد ديني يعني يعني ايه اعداد ديني يعني ايه يعني المفروض انا دلوقتي ما باجي اربي اولادي من اساسيات التربية من كونات التربية بتاعتي يكون فيها اساس ديني ان اساس الديني هو اللي هيفهمني بقى كل حاجة بعد كده اساس الديني يعرفني ان انا بزرع فيه تعاملات بزرع فيه قيم بقول له قصص فمن ضمن القصص دي قصص سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وقصة القطحة بقى زودته بالمعلومات قبل ما يشوف بقى فهم هو داخل العالية هو ده مش العكس بالضبط خلي بالك كل سنة كل سنة احنا القصة دي بتتكرر يا ترى عمرنا بمسمعها في سنة واحدة ده اقول له تانية وتالتة وربعة لحد لما يوصل المرحلة دي يبتدي المشهد خلاص فهمه زاد انه يفهم كمان ما هي القصة المغزى منها اين معنى منها هي اصلا اتعملت ليه القصة دي كان ايه اساسها فهو كل ما بيمش ويكبر بالسنة كل ما الصورة تتبلور اكتر يفهمها اكتر فلما يشوف يتقبل ما حصلت عنده شوف فهمين يا اصدق فلازم لازم اول حاجة ان انا اكون عارف العداد الديني واعرف ايه افضل سن ان انا قدر اقول له حاجة زي دي طب هل ممكن اطفال يبقوا وصلوا للسن ده بس هو في شخصياتهم طبعا بتختلف يبقى واحد حساس عن واحد ده حقيقي اعرفها ازاي بصي هو فعلا في فروق فردية طبعا اتكلمت عليها انه ببساطة شديدة انا بشوفي الاجواء هو متقبلة ولا لأ يعني يوصي المرحلة تطفالة متوسطة كنت بتكلم عليها لانه من 6 ال 8 دي دي اللي بقى اقدر اوبزار فيها هو شخصياته هو المفروض المفروض في المرحلة دي مثلا اوريره التكوس يعني الحاجات اللي هي اللحمة بعد ما تتقطع الحاجات دي كلها يعني بس بلاش برضو الدم قوي بلاش هو هتشوفي رد فعله خايف منزعج انت هتحس كده ان في حاجة فيه يوموشا معين ظهر على وشه فشوفي هو قبل ييته ايه تأيب ايه